أصدر مكتب مراقبة الوصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد الستة أشخاص وثلاث كيانات إيرانية لدورها في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وشملت العقوبات كل من عبدالصمد خورام أبادي أمين لجنة التحقيق في جرائم الإنترنت وأبو الحسن فيروز أبادي رئيس المجلس الأعلى للفضاء السبراني وعبد علي عسكري رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وكان أشرف عبدالصمد خورام أبادي أمين لجنة التحقيق في جرائم الإنترنت كلف ميليشيا الباسيج بقيادة حملة قمعية على محتوى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في تغطية الاحتجاجات ضد النظام فيما أبو الحسن فيروز أبادي الذي يرأس مجلس الفضاء السبراني فقد طالته تهم حجب تطبيقات شهيرة مثل التليجرام وإجبار الإيرانيين على استخدام التطبيقات التي تديرها الدولة ويمكن مراقبتها من النظام أما عبدالي عسكري رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فهو متهم بفبركة الأخبار وعرض اعترافات معتقلين سياسيين أجبروا على الإدلاء بها تحت تعذيب في زنزانات المخابرات الإيرانية أما من قادة الجماعات المفروض عليها عقوبات فقد كلفوا هؤلاء من قبل النظام بمهاجمة الطلاب الجامعيين بالسكاكين والغاز المسير للدموع في التاسع من يونيو 2011 وهم كل من حسين الله كرم وعبد الحميد محتشم وحميد أستاذ وقد قام هؤلاء الأشخاص بتسير دوريات في مدينة أصفان لمهاجمة النساء غير المحتشمات بالسوائل الحمضية الحارقة فيما حميد أستاذ متورط في الهجوم على القنصلية السعودية في مشهد في الثاني من يناير 2015 وقد طالت أيضا العقوبات سجن إيفين الذي يحتجز العشرات من المعتقلين السياسيين واعتبرته كيانا تمارس داخله أبشع انتهاكات حقوق الإنسان الجسدية والنفسية عبد الرحمن الشاطري الإخبارية